بالنسبة لحزب الله ما في واحد يقول له يا حزب الله انت روح اضغط هون بهذا الملف او متضغط يعني حزب الله عفوا براعي الحلفة قد ما بدك بس كمان هو ما بيشتغل عند الحلفة هاده رسالة لتيار الوطني الحوارد لا مش موضوع رسالة انا ما بيشتغل عندكم كحزب الله ولا التيار الوطني بيشتغل عند حزب الله يعني اتنيناتهم هن بيتفاهموا على الملفات منقدر لهذا الملف ولا ما منقدر لهذا الملف اليوم أنت بدك تحمل حزب الله المسؤولية بإزالة حاكم مصر في لبنان يعني ليش بدنا نوصل لهون طيال الوطني الحر طالب كان من حزب الله وهو الحليف اللي عامل مع ورقة هذه التفاهم اللي كانت متينة جدا الطيال الوطني الحر وفر غطاء مسيحي للمقاومة لحزب الله وهذا الكلب يعرفه لو ما هذا الغطاء كنا بنعرف شو كان صار بالبلد كان طالب التيار الوطني الحر أنه يقف الحزب على خاطر هذا التيار لهو يمثل شريحة كبيرة اليوم المسيحيين يعتبر أقوى كتل اليوم بموضوع استحقاق رئاسي وانت بتعرف دكتور أنه ليش اليوم حزب الله بدي فرط كلمته بالاستحقاق الرئاسي إذا بنا نحكي طائفيا بالوقت لهذا استحقاق يعني المسيحيين بالدرجة الأولى وجبريان باسيل رئيس التيار عنده عقوبات أمريكية من وراء هذا التحالف مع حزب الله وضح بمستقبله السياسي كما يقول يعني أوساط التيار بالآخر لقى حزب الله بأهم استحقاق ما بيوقف على خاطره أنه لا هو ما بده سليمان فرنجي لأن ما عنده لا نايب ولا يعني كما يقول يعني التيار أو أوساطهم ليش أنتوا عملتوا هيك مع التيار الوطني الحر أو حزب الله أولا مش صحيح أنه مش واقف على خاطره بالجلسة اللي صارت مع سماحة السيد ما هو قال له لا جبران قال له أنت مرشح قال له لا أنا مش مرشح قال له أنا بوثق باتنين هولي ما بيطعنوا بالمقاومة بضهر المقاومة أنت وسليمان فرنجي فأنت مرشح قال له أنا مش مرشح فإذن بقي سليمان فرنجي طيب ليش اليوم عم نحاول نحن يعني نفتع المشكل بهذا الموضوع فيه إمكانية أنه والله نحن نعمل تفاهم نحن وسليمان فرنجي ونقعد نتفق كيف بدنا ندير البلد خلال السنوات القادمة اللي عم بيصير أنه رئيس التيارة قال لأ أنا بمعزل بمعزل أنا عم بقول أنا كيف عم ينشاف المشهد عم بقول رئيس التيار ما بده طيب ما بده حزب الله بده سليمان فرنجي طيب شو بتعامله بيبقى البلد مسكرة عم بتقول لي حزب الله بدي يفرض رأيه بيستحقق لئاسي ما عم يفرض هو عم بيقول تعنى تحاور تعنى تحاور وما عم يفرض هو ليس الناخب الوحيد في المجلس النيابي ولاعب أساسي لاعب أساسي طيب الآخرين لاعبين وهذا أكبر دليل على أنه حزب الله لا يستطيع أن يفرض رئيسا للجمهورية إلا بالحوار والتفاهم مع الآخرين طيب بطل في أسماء دكتور صادق نابل سي إلا سليمان فرنجي واجبران باسي المحفظ الألقاب يوسف فيهم أمين عم حزب الله وبيقولوا لك طيب إنه شو كل مشروع الدولة عدم الطعن بالمقاومة يعني هاي كمان السؤال بيطرحوا البعض إنه خلص نحن بدنا رئيس لا يطعن على المقاومة والباقي يشوفوا شو تكون تعمل أنت ما تعتقد الموضوع هو سهل يعني رئيس جمهورية يطعن المقاومة في ظهرها يعني عم نحكي عن حرب أهلية يعني نحن عم نحكي عن عدم استقرار نحن بدنا نجيب رئيس جمهوري يعملنا استقرار وتفاهم بين القوة والمكونات اللبنانية ولا بدنا نجيب واحد يعمل مشاكل شو بدنا؟ بس ما فيه إلا تعاون المقاومة يعني فيه كتير في برنامج إصلاحي نحن بدنا نتفق مع رئيس مع رئيس يعمل تبريد للأزمات الداخلية بدنا رئيس يحكي مع الكل يقدر يتفاهم مع الكل حتى نطلع من هذه الأزمة إذا بدنا رئيس مواجهة مثل ما بده سمير جعجع يعني فتنا بالمشكلة وبالحرب الأهلية إذا بدنا رئيس يمثل فقط طرفا واحدا ويراعي القوى الخارجية معناتها عم نعمل مشكلة بالبلد سعبين فتنا جي عندو هالمواصفات إنه هو منه رئيس مواجهة بالوقت اللي فريق 14 أو ما يسمى بيلقوا بكل صراحة هيدا رئيس تحدي أبدا بالأعلام شو بدك بالأعلام هني بقولوا بقولوا إنه هذا ليس من طرفنا وهذا يمثل السوريين في لبنان ويمثل الخط الإيران شو بدك بالاتهامات بس تحت الطاولة هني مستعدين ينتخبوه لحزا مستعدين ينتخبوه مين مستعدين ينتخبوه القوات اللبنانية قوات اللبنانية مستعدة بس يجي الإعاز السعودي سدقيني مباشرة بيروح وينتخبوه طلعت بيان نفعه شو بدك بالبيانات هلأ القوات اللبنانية كل يومين ثلاثة بيغيروه منا مشكلة هيدا عندهم القوات اللبنانية شو بيقلهم السعودي شو بيقلهم الأمريكي بيمشوا فيه إذا صار فيه تسوي بين السعودية وبين سوريا سدقيني أول ناس هني بيروحوا بينتخبوه أصلا إنه من الأساس هني فاتحين من تحت الطاولة قنوات حوار مع سليمان فرنجية القوات اللبنانية ها وبتمشي بسليمان إذا ما فيه فيتو يعني هك أنتو بيجاو إذا فيه غض نظر حتى غض نظر بديش أول تفاهم إذا السعوديين غضوا النظر القوات اللبنانية جزء منهم مش بالضروري يروحوا كلهم المهم النصاب يعني يأمنوا النصاب هني كانوا واضحين وطلعوا بيان أوكي هلأ هني رأس حربي هلأ نحن في مرحلة ما يسمى إدارة الصراع طبيعي كل واحد بيقولوها بالعلاقات الدولية فيما يتعلق بإدارة الصراع مطلوب الحماية الاكتساب المنع الشروط المطلوبة هلأ هني في مرحلة إدارة الصراع بكل الأحوال أنا بقولك إذا صار في غض نظر سعودي وإجت كلمة السر القوات اللبنانية وليد جنبلات كلهم بيروحوا بينتخبوا سليمان فرنجية هلأ ما نطجد تسوي وسلام على التفاهم مع التيار الوطني الحر بين حزب الله والتيار المهم أن يتأمن إيصال سليمان فرنجية بالنسبة لحزب الله كمان أنا لازم يفهموا البعض ما كمان حزب الله ضلوا سنتين واقف إلى جانب ميشيل عون ليوصل إلى سدة الرئاسة طب هذا لا يثمن لا يقدر يعني ليش ليش مثلا أنه فينا نوقف البلد سنتين كرمال ميشيل عون مع احترامي وهو يستحق وعلى راسي عرفتي كيف بس التعيار بقلك ما وقف حزب الله باستحقاقات أساسية معنا أوكي وصل فيه له كمان إيد بإيصال رئيس الجمهورية هي القوات اللبنانية كمان يلي كان عندها تفاهم وكلهم بس ما وقف معه خلال العهد معال هلأ عمقول أنا من طرف واحد حزب الله لاعب أساسي لكنه ليس اللاعب الوحيد بدنا بعد نكمل المشاورات مع قوة أخرى لتنضج التسوية الداخلية والخارجية هلأ ما في شي منهم قبل ما أطلع فوصل لأنه فتنا بالملف الأهم الاستحقاق الرئاسي ما مصير التفاهم عمليا انتهى التفاهم ماري مخايل بصراحة بدي أقول شو بدي أقول شغلي أساسي يعني كمان اليوم هلأ كتير على السوشال ميديا عم ينحك عن هذا الموضوع الحزب لا يرغب بالخروج من هذا التفاهم ولا مرة قال أنه نحن بدنا نطلع من هذا التفاهم بل بالعكس هناك رغبة عميقة عند حزب الله وعند جمهور الحزب وبيئة الحزب أنه والله يبقى هذا التفاهم لأنه فعليا حقق إنجازات حماية الوطن بالألفين وستة بحرب ضد التكفيريين وصل ميشيل عون لسدة الرئاسة في إنجازات تفاهمه مسيحي مسيحي وصل ميشيل عون إلى سدة الرئاسة لا لا مش صحيح كيف مش صحيح لا التفاهم المسيحي المسيحي هو جزء كبير الأمر الثاني أنه السيد سمعت السيد هو اللي طرح على جبران بسيل وقت لما صار في ضغط كبير عليه أنه أنتو إذا ملاقيين حرج من هذا التفاهم أنتم في حل من أمركم نحن ما بدنا نضغط عليكم أكتر بل نقدر عاليا جدا وقوفكم إلى جانبنا في هذه الفترة لكن أنتم وضعكم أنتم قدروا وضعكم قيموا وضعكم إذا مش قادرين تتحملوا نتيجة الضغوط محلية أو خارجية تكلوا على الله ما في أي مشكلة لكن هذا كمان يسجل الوزير جبران بسيل رئيس التيار أنه قال لا أنا لا يمكن أن أعزل مكون لبنان بس كمان بدنا نتذكر أنه حزب الله لما عمل التفاهم مع طيار وطن الحر كمان كان عم بيقول أنه أنا ما بدي أعزل مكون مسيحي لبناني أساسي بالبلد النقطة التالتة بس بكلمة التفاهم انتهى هل بديها منك بك صراحة وبمعزن اليوم أنك على محطة الوتي بي لا لا أنا أحكي بكل موضوعية وصراحة أنا أقول لك التفاهم هلأ بمرحلة رمادية لا هو اكتسب بشكل جديد ولا هو حافظ على نسقيته السابق اليوم اللي أنا بدي أقوله أنه إذا كنا عم نحكي بإيجابية المطلوب فك الاشتباك وإلا الطلاق بالتراضي مش بالضرورة نحن إذا بطل هذا التفاهم يشتغل ويعمل عمله أنه نحن نروح إلى اشتباك خلينا ننظم خلفاتنا إذا ما في تفاهم يكون في تحالف على الموضوعات نقعد مع بعض ونشوف فيه إمكانية نتفع على هذا الموضوع مثل ما بيصير مع بقية الحلفة بس فيه شغلة أساسية نشوف حزب الله اختلف هو حركة أمل فيما يتعلق بترشيح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية مظبوط بس ما صار فيه هذا الاشتباك العلني وبلشنا يعني نحكي خطابات رنانة يمين وشمال ليش اليوم ليش اليوم إذا حزب الله قال أنا بدي سليمان في رنجية نقوم نحن بالعلن مع أنه هذا الأمر متفق عليه بالداخل بالداخل بيقولوا لك ليش حزب الله بده يفرض كلمته ورئيسه مرشحه على طرف المسيحيين بيه حدا بيشي برئاسة ما عم يفرض سليمان فرنجية هو مرشح رئاسي حزب الله عم بأيده مثل ما ميشيل عون كان مرشحا رئاسيا وحزب الله دعمه لماذا بتأيده من يتفق عليه المسيحيون اسم وسط هني متفقين ما يقصبتوا ترحوا اسم وسط طيب حطوا في اسم تاني في اسم تاني